واقتربت يعني احنا في شهر مولد رسول الله فأكسروا من الصلاة والسلام على رسول الله أكسروا من الصلاة والسلام على رسول الله في هذا الشهر في كل يوم يعني ولكن ليلة الجمعة وفي شهر ربيع يحلو الكلام زي اليومين دولة السنة اللي فاتت كنا في المدينة المنورة نستعد لزيارة الرسول والاحتفال بمولد رسول الله في المسجد النبوي الشريف طبعا وغدنا الحياة يومين دولة ولكن نحن في جهاد في سبيل الله أو الله العظيم نحن في جهاد في سبيل الله الأستاذ أبو شادي المحترم تواجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل لنا بهذا الفيديو ربنا يا ربي اقرمك أبو شادي وهذه أحسن بداية أبدأ بيها معاكم النهاردة صلوا على رسول الله صلوا على رسول الله صلوا على رسول الله يا ابني بقول لك صلوا على النبي تشتمني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوا على رسول الله الواحد بيحاول يمسك نفسه بالعافية والله العظيم تجاه العيلة دي يا ابني رح شوف عملية في النادي بتاعك يا ابني يا ابني تشلحكم يا ابني هم أنت عندكم كرامة ولا عندكم دم أيها القلة الذين تدافعون عن الباطل صلوا على النبي وزيدوا النبي صلى الله وسلم على سيدي رسول الله وانا عيان انا تعبت بحلقة مبارح والله العظيم حلقة مبارح تعبتني نفسيا والله العظيم تعبتني نفسيا تعبت وبطني وجعاني وصدعت لليوم واطلعت لايف الساعة خمسة بالعافية ولكن جاءتني هذه الرسالة فكأنها بلسم او الله اسمح حالكم وانا بشكر الراجل المحترم ابو شادي اللي في الفجر دعا لنا في مسجد رسول الله وسمحوني اذا كنت انا بشتم حد ولا بغلق في حد والله العظيم بس لكن خاطر اوريكم انهم مهزئين وسفدة وما يستهلوا ان اي حد يعمل لهم اعتبر زمال كاوي واتمنى فوز الاهلي انا عمر من لندن انت راجل محترم يا عمر انت راجل محترم صلوا على رسول الله صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي الرسالة ربنا يكرم سلموا على رسول الله ان شاء الله بإذن الله الحلقة اتحلوه او دلوقتي بعد شوية ابو شادي في ساعة الفجر ومن داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكرنا بهذه الدعوات وتذكرنا بهذا الجمال واحنا بنتجمع كده لغاية الاخوة والافواد اللي ما يتجمعوا عشان ندي جامد ونضرف في المليان خلينا نسمع الراجل الى اللهم صلوا وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وزيدنا يا الله حبا فيه وفرج عنا يا ربنا بحبه ما نحن فيه اللهم صلوا وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وزيدنا يا الله حبا فيه واكشف عنا يا ربنا بحبه ما نحن فيه اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد مقدر حبك فيه وزيدنا يا الله حبا فيه وعافنا يا ربنا بحبه مما نحن فيه اللهم بحق حبيبك سيدنا محمد فرج قرب المقربين اللهم بحق حبيبك سيدنا محمد جنب عبدك عبد الناصر زيدان وابن معاتي زكي اللهم جنبهما كيد الكائدين ومكر الماكرين اللهم جنبهما كيد الماكرين وكيد الكائدين اللهم انصرهم على هذا الشخص هم وعبدك أحمد سعيد اللهم انصر عبدك أحمد سعيد وعبدك ابن معاتي زكي وعبدك عبد الناصر زيدان اللهم انصرهم يا رب على هذا الرجل اللهم انصرهم عليه اللهم انصرهم عليه وجنبهم كيده وَجَنِّبْهُمْ كَيْدَهُ وَمَقْرَهُ بحق جاهي سيد الأولين والآخرين اللهم إِنَّكَ عَفْهُونَ كَرِمٌ تَحُبُّ الْعَفَّ فَعْفَ عَنْهُمْ اللهم عفَ عَنْهُمْ وَأَكْرُمْهُمْ اللهم عفَ عَنْهُمْ وَأَكْرُمْهُمْ اللهم من يريد بمصرنا شرًا فاجعل شره في نحره يا رب العالمين اللهم احفظ مصرنا وعفظ بلادنا وو بلاد أمتنا و بلاد الحرامين اللهم احفظ بلاد الحرامين وحفظ مصرنا و جميع بلاد المسلمين اللهم أمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى والديه وآله وصحبه وسلم وآخر دعوهنا أن الحمد لله رب العالمين عايزين إيه تاني من الدنيا تقدروا تقولوني كده عايزين ايه تاني من الدنيا غير انكم انتم ناس افاضل وناس محترمين انتم احسن صحاب واحسن ناس الواحد عارفهم والله العظيم عايزين ايه تاني من الدنيا والله العظيم الواحد عايبكي من الحب في الله من الناس دي ايه اللي الواحد عايزه تاني من الدنيا يعني هذا الرجل لا اعرفه ولا يعرفني ولا اعتقد ان احمد سعيد يعرفه ولا ابو المعطيزك يعرفه ايه اللي احنا عايزينه تاني من الدنيا يعني يقول لي ايه اللي عايزينه تاني من الدنيا ايه الدلالات والشواهد اللي عايزين ربنا يبعتها الناتاني ان احنا على الحق